ممكن حل للاكل المنامي كين حل بسيط يعني كياخدوا به كل الناس وموجود الحمدلله تكلمنا عليه بالنسبة الناس اللي كياخدوا في المنام خد لك جوج كيلو اثنان كيلو من التمر عجوة او تمر يكون يعني صاين مجموع ما يكونش مكرفص جوج كيلو تمر ثلاث قرامات زعفران شعر حر نصف لتر ماء ورد ودك التمر كله يذبح بالسكين واحد الضربة ضربة تلك الضربة ان شاء الله تفتح ونرميه العلفة وما كان العلفة نعمره ثلاثة ديال الشعرات ديال الزعفران شعر ونكونوا يخدينا 150 قرام ديال الحبة السوداء مطحونة المكوينته ما هادو جوج كيلو تمر ثلاثة قرامات زعفران شعره مئة وخمسون قرام من الحبة السوداء مطحونة ونصف لتر ديال ماء الزهر التمر كله يضرب بالسكين ونخرج منه العظم العلف ومكان العلف نملأه برأس ملعقة صغيرة من الحبة السوداء ثلاثة شعرات من الزعفران شعره حر وكل هادو التمر يستف الكسكاس المغربي يستف ويتغطى وذلك ماء الورد نقرأ عليه متى يستر من كتاب الله عز وجل الفاتحة آية الكرسي المعوذات آية السحر صفات النور متى يستر من كتاب الله بعد هذه الأشياء التي ذكرتها ويصب في الكسكاس أسفل الكسكاس ونخلوه يطبخ وذلك البخار يطلع لذلك التمر ولما ننتهي نشد ذلك التمر نخشيه في التلاجة في المبردة فقبل النوم نأكل ثلاث حبات وعند الاستيقاظ ثلاث حبات دائما قبل ثلاثة وبعد ثلاثة دائما ثلاثة قبل وبعد حتى إذا استيقظنا لصلاة الفجر عند الاستيقاظ نأكل ثلاثة ونصلي الفجر إذا أردنا أن ننام مرة أخرى نأكل ثلاثة وإذا استيقظنا نأكل ثلاثة إذا أردنا أن نقيل في المساء قيلولا نأكل ثلاثة وعندما نستفق نأكل ثلاثة وبا